السلام عليكم أعزائي تلاميذ الصف الخامس الابتدائي نلتقل اليوم بإذن الله تعالى مع حل الاختبار التراكمي للفصل الرابع القسمة ونبدأ بجزء الأول الاختيار من متعدد اختر الإجابة الصحيحة قطف مزارع 868 تفاحة ثم قام بحفظها في 31 صندوقا بالتساوي كم تفاحة وضع في كل صندوق إذن سنقوم بعملية قسمة في هذا السؤال نقوم بقسمة 868 نقسمها على 31 نقوم بعملية القسمة 86 نقسمها على 31 فنكتب 2 هنا 2 ضرب 31 تساوي 62 ثم نطرح 62 ضرح 86 فإثنان ضرح 6 يساوي 4 و6 ضرح 8 يساوي 2 إذن 24 على 31 فلا تصح قسمتها فننزل بالثمانية هنا فتصبح 248 فتساوي 8 نضرب 8 في 31 8 في 1 يساوي 8 و8 ضرب 3 يساوي 24 ونتج الضرح 0 إذن الإجابة الصحيحة هي 28 220 هذه هي الإجابة الصحيحة أسأل الثاني لدى بقالة 636 بيضة مرتبة على أرفو في أطباق في كل طبق منها 12 بيضة فكم طبق بيض في البقالة نقوم بقسمة 636 30 نقسمها على 12 فستة على 12 أو 6 قسمة 12 لتصح ف63 هو 60 قسمة 12 أقرب عدد هو 5 5 ضرب 12 يساوي 60 نقوم بالطرح 60 طرح 63 يساوي 3 3 قسمة 12 لتصح فننزل بالستة فستة وثلاثون قسمة 12 تساوي 3 وثلاثة ضرب 12 تساوي 36 إذن باقي عملية القسمة 0 إذن 53 هو الناتج الصحيح إذن كم طبق بيض في البقالة 53 طبق من البيض السؤال الثالث شارك 176 معلما في مؤتمر تربوت إذا شكل كل 8 معلمين مجموعة فما عدد المجموعات جميعها نقوم بعملية قسمة 176 نقسمها على 8 فواحد قسمة 8 لا تصح 17 قسمة 8 أقرب عدد هو 2 2 ضرب 8 يساوي 16 16 ضرح 17 تساوي 1 1 قسمة 8 لا تصح ننزل بالستة هنا فتصبح 16 قسمة 8 تساوي 2 2 ضرب 8 يساوي 16 إذن باقي القسمة 0 إذن الإجابة الصحيحة هي 22 22 هي إجابة الصحيحة عدد المجموعات 22 مجموعة السؤال الرابع يريد 480 شخصا ركوب الإرجوحة الدوارة في إحدى مدن الألعاب إذا كانت الإرجوحة تتسع لأربعون شخصا في كل دورة فكم مرة ستدور الإرجوحة ليلعب جميع الأشخاص فنقوم بعملية قسمة ربعمائة وثمانون نقسمها على أربعون نحزف الصفر هنا والصفر هنا ونقل 48 قسمة أربعة فيكون الناتج إثنى عشر إثنى عشر ضرب أربعة يساوي 48 إذن الناتج الصحيح هو إثنى عشر ستدور هذه الرجوحة إثنى عشر مرة هذه الإجابة الصحيحة ننتقل بعد ذلك إلى السؤال الخامس في قاعة احتفالات خمسة عشر طاولة حول كل منها ثلاثة مقاعد كم مقعدا في هذه القاعة إذن سنقوم بعملية ضرب ثلاثة ضرب خمسة عشر فيكون الناتج خمسة وأربعون إذن هذه القاعة بها خمسة وأربعون مقعد السؤال السادس في إحدى البقالات ست علب بسكويت في كل علبة ثمانية قطع بسكويت دائرية الشكل وست قطع مثلثة وأربعة قطع مستطيلة الشكل ما عدد قطع البسكويت في العلب كلها إذن هنا لدينا ست علب في كل علبة ثمانية وستة وأربعة إذن سنقوم بعملية جمع نجمع عدد القطع ثمانية جمع ستة جمع أربعة ثمانية جمع ستة يساوي أربعة عشر جمع أربعة يساوي ثمانية عشر إذن لدينا ثمانية عشر قطع بسكويت وهذه العلبة لدينا ستة علب فنقوم بعملية ضرب نضرب ستة ستة علب نضربها في ثمانية عشر فنضرب ستة ضرب ثمانية عشر فيكون الناتج ستة ضرب ثمانية يساوي ثمانية وأربعون نكتب الثمانية نصعد بالأربعة على قناة العشرات ستة ضرب واحد يساوي ستة جمع أربعة تساوي عشر إذن الناتج مئة وثمانية إذن عدد قطع البسكويت في العلب كلها هي مئة وشمانية قطعة بسكويت أسؤال السابع مع منيرة خمسون ريالا إذا اشترت جميع الأصناف المسجلة في الجدوى الأدنى فكم ريالا باقي معها فإذن سوف نقوم بعملية هنا خمسون ريال فخمسون ريال سنطرح منها هذا المجموع إذن نجمع أربعة وخمسة وثلاثون جمع اثنى عشر وثمانية أو ثمانون وجمع تسعة عشر وتسعة وستون نجمع هذه الأعداد كلها ثم نطرحها من خمسين فأربعة جمع اثنان يساوي ستة ستة جمع تسعة يساوي خمسة عشر نكتب الخمسة ونصعد بالواحد واحد جمع واحد يساوي اثنان جمع واحد ثلاثة جمع واحد أربعة ثم نجمع بعد ذلك الكسور خمسة وثلاثون وثمانون وتسعة وستون خمسة جمع تسعة يساوي أربعة عشر أربعة نكتب أربعة نصعد بالواحد واحد بثلاثة أربعة اربعة وثمانية اثنى عشر اثنى عشر وستة ثمانية عشر إذن ١٤٤ إذن واحد سوي واحد واربعة وثمانون إذن الناتج النهائي هو ستة واربعون ثم بعد ذلك نقوم بعمل الطرح نطرح ستة واربعون واربع وثمانون نطرحها من خمسون فيكون الناتج هو ثلاثة وستة عشر إذن يتبقى مع منيرة ثلاثة ريالات وستة عشر من الريال أسأل الثامن ما الخاصية المستعملة في خمسة وعشرون جمع احدى عشر جمع خمسة عشر تساوي خمسة وعشرون جمع خمسة عشر جمع احدى عشر هذه الخاصية تسمى خاصية الإبدال أو خاصية الإبدالية لأننا هنا بدلنا ترتيب العدد أحدى عشر وخمسة عشر بدلناه جئنا بهذا مكان هذا وهذا مكان هذا تسمى خاصية الإبدال أو الخاصية الإبدالية أسأل التاسع أي مما يأتي يمثل أفضل تقدير لناتج الضرب سبعة عشر في واحد وثلاثون فنقدر سبعة عشر بعشرون ونقدر واحدة ثلاثون بثلاثون إذن ثلاثون ضرب عشرون يسوي ستمائة إذن أقرب تقدير هو ستمائة أو أفضل تقدير هو ستمائة أسأل عشر سمي منزلة الرقم الذي تحته خط في العدد سبعة وأربعون وستمائة وثلاثة وخمسون منزلة هذا الرقم هو الأجزاء من العشرة في منزلة الجزء من العشرة أي ثاني الإجابة القصيرة تريد حصة حفظ ثلاثة وستون بيتا من الشعر إذا كانت تحفظ تسعة أبيات من الشعر يوميا فاكتب الجملة العددية التي توضح فاكتب جملة العددية توضح عدد الأيام التي تحتاجها لحفظ أبيات الشعر جميعها فالجملة العددية هي ثلاثة وستون قسمة تسعة ثلاثة وستون بيتا وتحفظ في يوميا تسعة أبيات فنقسم ثلاثة وستون على تسعة تساوي سبعة أيام فالجملة العددية هي ثلاثة وستون على تسعة تساوي سبعة أيام السؤال الثاني عشر مع سعيد أربعمائة وثلاثون ريالا ويريد أن يشتري هدايا لزملائه إذا كان سعر الهدية الواحدة ستون ريالا فكم هدية يستطيع أن يشتري برر إجابتك إذن لكي نحل هذه المسألة ابنين نقوم بعملية قسمة أربعمائة وثلاثون ريالا نقسمها على سعر الهدية ستون ريالا نحزف الصفر مع الصفر فثلاثة واربعون على ستة تساوي أقرب ناتج لها هو سبعة سبعة ضرب ستة يساوي اثنان واربعون نطرح اثنان طرح ثلاثة يساوي واحد أربعة طرح أربعة يساوي صفر إذن الناتج هو سبعة إذن يستطيع سعيد أن يشتري سبعة هدايا ويتبقى لديه عشرة ريالات يتبقى لدى سعيد عشرة ريالات إذن هو يستطيع أن يشتري سبعة هدايا ويتبقى لدى سعيد من هذا المبلغ ويتبقى لديه عشرة ريالات كما وضحنا في هذه المسألة ننتقل بعد ذلك إلى السؤال الثالث عشر أجب عن السؤالين التاليين موضحا خطوات الحل أشرح كيف تقاسم ثلاثة أصدقاء فطيرتين بالتساوي فيما بينهم استعمل الرسم لتوضيح ذلك أولا معطيات هذه المسألة تقاسم الثلاثة أصدقاء لفطيرتين المطلوب في هذه المسألة هو شرح باستعمال الرسم نرسم هنا فطيرة هذه فطيرة وهذه فطيرة ونريد أن يتقاسمها هاتين الفطيرتين ثلاثة أشغال فماذا سنفعل؟ سنقوم بتقسيم كل فطيرة إلى ثلاثة أجزاء نقسم الفطيرة الواحدة نقسم كل فطيرة إلى ثلاثة أجزاء هكذا ونقسم الفطيرة الثانية إلى ثلاثة أجزاء هكذا ثم نعطي كل واحد في الثلاثة ثلثة الفطيرة الأولى ونعطيه ثلثة الفطيرة الثانية إذن بعد أن قسمنا الفطيرة إلى ثلاثة أجزاء متساوية نقسم الفطيرة إلى ثلاثة أجزاء متساوية ويكون لدينا ستة أجزاء ستة أجزاء للفطير فنقوم بعملية قسمة نقسم ستة أجزاء من هذه الفطيرة نقسمها على ثلاثة أشخاص فيكون ستة قسمة ثلاثة على ثلاثة أصدقاء تساوي إثمان إذن نصيب كل واحد من هاتين الفطيرتين ونصيبه إثمان أي جزئين إذن كل صديق يأخذ قطعتين من هذه الشطيرة أو من هذه الفطيرة أتحقق من ذلك أقوم بعملية ضرب ثلاثة ضرب إثنان يساوي ستة إذن إجابتي صحيحة أو إذن الإجابة معقولة السؤال الرابع عشر يبين الجدول التالي أطوال أربعة طلاب من طلاب الصف الخامس أي الطلاب هو الأطول وأيهما هو الأقصى ألاحظ أن أحمد طوله متر واثنان وأربعون سنتي وعلي طوله متر وثمانية وثلاثون وخالد طوله متر وواحد وخمسون وولي طوله متر وثمانية وأربعون إذن الخطوة الأولى نرتب هذه الأعداد ترتيبا صحيحا من الأكبر إلى الأصغر على حسب القيمة أو حسب الفواصل العشرية فيكون لدينا أكبر أو أطول واحد هو منطوله واحد وواحد وخمسون يليه منطوله واحد وثمانية وأربعون وهو وليد ثم بعد ذلك يليه واحد واثنان وأربعون وهو أحمد وأخيرا واحد وثمانية وثلاثون وهو علي إذن رتبناها من الأكبر إلى أو من الأطول إلى الأصغر إلى الأقصر هذا هو الأصغر أو الأقصر إذن أطول الطلاب هو منطوله واحد وواحد وخمسون وهو خالد إذن أطول الطلاب هو خالد وأقصرهم واحد وثمانية وثلاثون هو علي إذن أطول الطلاب هو خالد لماذا؟ لأن طوله يسوي واحد وواحد وخمسون من مئة وأقصر الطلاب هو علي لماذا؟ لأن طوله واحد وثمانية وثلاثون من مئة إذن هو أقصر الطلاب هكذا أعزائي نكون قد أنهينا حل هذا الاختبار ألقاكم بإذن الله تعالى في الفصل الدراسي الثاني لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد ودعمونا بالإعجاب دمتم في أمان الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته